طيب انا هتوقف حالك بس تقولنا الاليات دي لان هي معظم الناس اللي لما سمعوا النهاردة الكلام في البيان الصحفي والمؤتمر الصحفي قالوا كلام رائع بس ادمرونا انه يتمفز الالات الوصول حفظ معانا في اللجنة وهو يمثل منظمات حقوق الانسان في عندنا ممثلين لمنظمة المجتمع المدني عندنا اربعة ممثلين للقناة الفضائية عندنا اتنين ممثلين لاتحاد الازاعة توزون شوف المناقشة هنا تعالي الزعد وزول عنده واحد ودلاتين قناة اتنين فقط وفي نفس الوقت عملنا اربع محطات اربع شبكات تليميزيونية ممثلة في عندنا لحد الان لانه لحد حوالي ساعتين كان لسه اللجنة ما حسمتش مين اللي داخل الانتخابات كان لسه الامور ما فيه 13 حزب كان فيه حزبين فيه كلام عنهم الحزب بتاع اسكندرية قال انه اوراقه ما كانتش كاملة غالبا ممكن يبقوا 13 14 15 بعتنا لهم كل حزب داخل الانتخابات يعني مرشع في الانتخابات ليه مندوب في اللجنة وبعدين الامر الصناعي ليه مندوب المنطقة العالمية الحرة ليها ممثل في اللجنة بالاضافة للعشرة من الخبراء الاعلاميين والشخصيات العامة اللي بيشكلوا لجنة التطوير او تقييم الاداء الاعلامي لليهم اي انتماءات حزبية ولا بيل سياسي ولا حاجة كلوا مستقلين وشخصيات يعني فوق النقاش كلها علامة يعني رئيس التحدي الازاعة التوزيون السابق كاتب كبير ومفكر واخد جازة مبارك زل بستاذ سيدانسين يعني الأستاذ فهمي عمر يعني رائد من رواد العمل الازاعي كلوا عمداء كليات الاعلامي يعني كل دي الحقيقة قبلها وبالتالي الهدف هنا اللجنة دي تريد ان تحقق المصلحة العامة المصلحة العامة هي ايه هي زي ما اتفقنا ان الحرية تبقى ترتبط بالمسؤولية عشان نحقق مزيد من الحرية لان زي ما عملناش مسؤولية مش نحقق حرية زي ما تقولت المعايير دي هنحسبها ازاي سيد حافظة يكون معانا اي شكاوتيك من اي حد داخل الانتخابات ستبحث فورا ويرد عليها دي ابدأ واذا ما قلنا كل الميديا ممثلة معناه ايه معناه انك انت ممكن التعديل او التغيير تم فوريا يعني طب عشان دي نقطة مهمة يا دكتور معناه كده ان انا لو واحد من المرشحين وشفت ان حصل نوع من الظلم في التغطية الاعلامية ليه على حسب مرشح اخر او كده اتقدم فورا بشكوى لك لذا كنت حزبي ايوة لك ممثل وانا كلمت رؤساء الحزاب كلهم تلهم هز اللجنة ورفيعة المستوى فيا ييجي رئيس الحزب ييجي نائب رئيس الحزب كويس واخد بلاك بعض رؤساء الحزاب قالوا هنحضر احنا هنشارك في لجنة وبعضهم بعد النائب بتاعه او الشخصية يعني كدر هام من ده كويس هو ده اللي هيجي يقول لنا والله الحزب بتاعنا ظلم في الحتة دي في حد تعرض للشخصية بتاعته بما يوسيق على طول الشكوى تتبحث وتدرس واذا كان لي حق على طول بياخدوه هل فيه لجنة للشكوى ولا لجنة كلها اللجنة كلها بتشتغل اللجنة هتبقى حوالي 34 واحد هتعمل شفتات وفي حالة نائقات دائم في حالة نائقات دائم يعني اه طبعا لانه كلها موجودة موجودين في كل الوقات وفي لو حدك تلقى في الدور التاسع هتلاقي كل الخنوات بتتسجل ايه صحيح وتتابع تقارير كاملة كل الاعضاء بيشاركوا في المتابعة واي نوع من التجاوز يعني فيه عندنا مش لازم شكوى انت ممكن تحس ان فيه تجاوز يعني على سبيل المثال لو عندك وزير مترشح احنا الين فيه هنا في المبادئ فيها نقطة وفي المعايير نقطة لا يجب الخلط بينه كموظف عمومي له نشاط وزير رايح بتاتها المصنع دي تغطية وكونوا عضو مرشح دي تغطية تانية ولا يجب ان تخلط بين الاتنين ولا يبقى فيه شبهة استغلال لده لده طيب انا حرجع على حراك لان دي نقطة في غاية الاهمية ودي نقطة من النقاط الشائكة للناس قالوا عليها طبعا فيه الشخصيات العامة زي المسؤولين وزي الوزراء اخبارهم مالية نشاطة المصنع وكليفزيون 24 ساعة وده نوع من انواع الدعاية غير المباشرة الناس بتعتبرها كده قالك انا حافظ خمس ده في حين الوزير هيكسف نشاطاته ويفتع 14 مصنع خمس ايام اللي جايين ويفتع 32 شركة فكيفية الفصل ما بين ما هو عمل خدمي وعمل دعائي دكتور حسن باعتمار حركة ومش بس قناة المحور رئيس رابطة القنوات الخاصة في الاعلام المصري النهاردة اللي اتقال ده على اللسان وزير الاعلام والدكتور فاروق هو التزام من اعلام الدولة حدق قلت ان احنا دخلين في هذه المنظومة طوعية كاعلام خاص ما عندهوش نفس الالتزامات اللي تقيد بها العمل الحكومي بس في النهاية انت عندك معايدك الخاصة التماس ما بين معايد قناة المحور وقناة الخاصة ومع ما اطلح النهاردة من اعلام الدولة شوف انا هقول لك الهاجة هناك قواص مشتركة كتيرة اهم هذه القواص المشتركة المصلحة العامة ان كلنا موجودين جوه منظومة لابد ان نحترم هذه المنظومة هو طبعا يعني ايه كون ان الاشياء وضعت هذه المعايير كان من الباب اول ان الناس دي تشترك ايضا في وضع المعايير او تساهم فيها او تشارك فيها كبايت اجدى يعني اما وان المعايير نشارك فيها لمصلحة هذه المنظومة ولمصلحة النظام شيء الاخر الذي يبقى هي ان نلفت ايديه الانتباه ان هناك نقاط حاكمة في المسألة دي اهم من نقاط لابد ان احنا كمان ننشر ثقافة ان يفرق المشاهد والمستمع ما بين الاعلان والاعلام وعلى فكرة وعلى فكرة دي احد المعايير اللي اكد عليها البروتوكول او اللي اكد عليها المثاق اذا صح التعبير وسمناه هذا المثاق الجديد اللي احنا نشارك ليه لان احيانا بيحصل الخلط ودي نقطة في المنتهى الخطورة المعلن بيقول له عايزه تحته مسئوليته لكن الاعلام لابد ان يناقش بالرأي والحج والمنطق والاقتناع هذه نقطة جوهرية وينبغي ان نشترك جميعا سواء قنوات عامة او قنوات خاصة في نشر هذه الثقافة ان هناك فصل بين ما هو اعلان وبين ما هو اعلان صحيح بصارح هي عند المشاهد الفصل ده بيبقى صعب ما هو لازم ما هي دي بص هي دي مسئوليت الاعلام نشر هذه الثقافة انت مطلوب رسالة منابر التنوير والاعلام بصفة عامة سواء كلمة مكتوبة او كلمة مسموعة او كلمة مرئية دي حاجة رزاوة فيها انك انت بتنور بتنشر ثقافة بتنشر نوع من التنوير لهذا الرأي صحيح ودي انا بعتقد انها مسئولية حقيقية انا بعتقد ان من اهم المسئوليات التي تقع على عاتقنا كلنا في المرحلة القادمة تحفيز المجتمع واستنهاده للمشاركة في العملية الانتخابية بزرور اخوانا بدون استنهاد المجتمع في المشاركة في العملية الانتخابية تصبح الانتخابات شيء نظري والممارسة الديمقراطية شيئا غير وقائي طب تجاوب لي على السؤال ده وانا اشكرك على فتح النقطة دي انا مواطر اه يعني تعميق الممارسة يأتي بالمشاركة ايوة انا كمواطن اشارك ليه اقول لها ليه يدفعني ان انا ادزل بيتك واشارك واسمع برامج انتخابية هنا واروح واني صوت ايوة اقول لك ليه بقى انا اشارك ليه المواطن دائما يقتفي اثر مصلحة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة طب ايام هو ده المنهاج اللي بيدفعه وقت ما يحس ان صوته انت بتحترمه وفعلا لما بيدلي بيه بيتاخد بيه بيحصل المشاركة صحيح هو عذوفه عن هذه الانتخابات لان هو باشعر من وقت الاخر ان هذه الانتخابات شيء سورية وان الحزب الحاكم ليس له منازع وليس له لابد ولذلك انا بقول ان ثقافة الحزب الوطني الجديدة وانا لا اتحدث باللسان حال الحزب ولا اتحدث باللسان حد لك انا اتحدث باللسان حالي يأمل ان تكون الممارسة الديمقراطية ممارسة حقيقية واني من المؤمنين تماما ان الممارسة الديمقراطية هي التي استدفع عز المجتمع لتطور النمو واخبالك اه بقول ان لابد ان نشعر الاخرين بان لهم حق في نسوتهم يحترم واخبالك زي وده مش حيأتي الا بمصدقية بيان والكلام اللي اتقال النهاردة واللي قاله الوزير انس الفئي النهاردة يوضع موضع التطبيق وتكون هناك مش معايير المعايير انا متفقين عليها لكن معايير الاداء بقى ايوه لهذا الموضوع لابد ان يشعر المواطن انه احترم ودي حاجة الحاجة التانية قافت كثير من الاحزاب انها تطرح مشاكل دون حلول فلابد حينما ينقود حوار واخد بالك زي لاحزاب متدخلة واحزاب دخلة عشان تمثل هذا المجتمع لابد ان تطرح المشكلة وتطرح الحال لكن ان الناس تطرح مشاكل ما كل الناس تطرح مشاكل والصورة السودوية اللي احنا عايشين فيها دي ولابد ان نطرح حلول موضوعية وحلول علمية تتفق مع ميون المجتمع لابد ايضا ان تكون هناك ناس بتعبر عن امال وطموع المجتمع فتاخد منه وتديله هي دي مياش الموضوع قائم بشع على المصالح الشخصية اللي بي انا بقولك تامر مجرد من ناس تستشعر ان هناك جدية وان الممارسة الديمقراطية ممارسة بتعبر عن ارادة جماهير وبتعبر عن ارادة مجتمع وان الحكومات الموجودة تعبر عن رغبات وامال وطموح المجتمع اللي بتعيش فيه انا بقولك الناس هتستمهب وحستتمارس وحتلاقيها بتندفع عن دفاع غير عادي هتتحول الموضوع الى حق الناس حريصة بتنفسك فيه طيب